اسعار الخضار النهاردة جماعة الجمعة في سوق التجزيع يعني عنده تجار الاطاعة في الاسواق وفي بعض الاماكن طبعا الاسعار يعني قبل ما نعرضها لازم تعرف ان الاسعار حسب المكان اللي انت موجود فيه وحسب التاجر اللي انت بتشتري منه. ممكن تلاقي مسلا اه الطماطم بخمسة جنيه عند تاجر وممكن تيمشي شوية القدام تلاقيها باربعة جنيه او بستة جنيه. فهتلاقي الاسعار زي ده جنيه او نقصة جنيه حسب المكان وحسب التاجر وحسب جودة الزرق. اهم حاجة جماعة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. لو فهم تابع جديد اول مرة شوفنا ما ننساش تشترك في القناة بالضغط على كلمة تشترك بلونه الاحمر اسفل الفيديو. اه بنعرض اسعار الجملة واسعار التجزيئة. بس الفيديو ده اسعار التجزيئة فقط. الكوسة يا جماعة الكوسة هتلاقي كيلو ربع بعشرة وفي بعض الاماكن ممكن تلاقي الكيلو بعشرة جنيه. الفلفل الاخضر ده جماعة ممكن تلاقيه بسبعة جنيه وفيه اللي بيبيع الكيلو وربع بعشرة وممكن تلاقيها بتمانية جنيه. البام يا جماعة تلاقيها من خمسة وعشرين جنيه لسبعة وعشرين جنيه حسب جودتها وحسب المكان اللي انت موجود فيه. الخيار يا جماعة فيه اللي بيبيع الكيلو بخمسة وفيه اللي بيبيع الاتنين ونص بعشرة وفيه اللي بيبيع التلاتة كيلو بعشرة بيبقى حجمها كبير شوية. يعني حسب آآ جودة الزرق. والخيار الصوبة يا جماعة ممكن تلاقيه من آآ سبعة جنيه لحد تمانية جنيه. لو نضيف جدا يعني. آآ البتنجال المخدد ممكن تلاقيه تسعة جنيه. وفي بعض الاماكن ممكن تلاقيه بعشرة جنيه. البطاطس طبعا البطاطس في سوق التجزيئة مرتفعة جدا البطاطس اللي هي التبريد يا جماعة وصلت لحد اتناشر جنيه. وفي بعض الاماكن ممكن تلاقيها تلاتاشر جنيه. طبعا التبريد دي للقلية. يعني تحمير وقلية. البطاطس التلاجات هتلاقيها يا جماعة من عشرة جنيه. او تسعة يعني من تسعة لعشرة جنيه. وبعض الاماكن ممكن تلاقيها بحضاشر جنيه. حسب جودتها بقى. البطنجال الابيض يا جماعة. آآ يعني ممكن تلاقيه سبعة جنيه وستة ومص. وبعض الاماكن ممكن تلاقيه بخمسة جنيه. حسب جودته. الطماطم. الطماطم فيه اللي بيبيع الكيلو بخمسة جنيه. وفيه اللي بيبيع الكيلو بستة جنيه. حسب المكان اللي انت موجود فيه فيه اللي بيبيع الاتنين كيلو ونص بعشرة جنيه. طبعا الطماطم في سوق الجملة العداية اعلى حاجة تمانين جنيه. اعلى حاجة في الطماطم تمانين وخمسة وتمانين جنيه في سوق العبر للجملة.